اسم العليم اقترانه بالقدير يضيف معنا على القدرة بأن هذه القدرة ليست قدرة مطلقة عن حكمة و ليست قدرة مجردة عن علم فإن الجاهل قد يكون قديرا فيكون تكون قدرته نقصا لأنها ستحمله على فعل ما لا يصلحه لكن القدرة التي اتصف الله تعالى بها و اقترن ذكرها بالعلم هي قدرة دالة على أنه يضع الأمور موضعها و أن هذه القدرة لا تنافي علمه بل هي وفق حكمته و علمه جل في علا